هنتعلم مع بعض طريقة انشاء صفحة على الفيسبوك للربح منها ممكن تربح 10 دولار 1000 دولار 10.000 دولار اللي بيفرق في الارقام دي هو نوع المحتوى وطريقة انتشاره وصرعة انتشاره وهل الجمهور المستهدف جمهور كتير ولا عدد قليل ودي هنعمل لها حلقة لوحدها ان شاء الله تعالوا مع بعض نعرف الطريقة وندخل في الموضوع لطول اول حاجة هنعملها هنجي على النقط دي ونعمل الصفحات بنختار الصفحات علشان يجينا انشاء صفحة وخد بالحضرتك انت ممكن تضغط هنا وتقول لحضرتك انشاء صفحة جديدة فانت عندك الاتنين دي او دي لو ما ظهرتش دي يبقى موجود عندك التانية انشاء صفحة جديدة بنقول له صفحة عامة بنعمل التالي بدء استخدام انشاء صفحة لتشجيع المعجبين والعملاء الجدد التفاعل واستخدام ادوات احترافية تعيين الصلاحية كل الكلام ده موجود ونعمل بدء الاستخدام بص وصلك فين وصلك هنا اللي هو حضرتك لو جيت عملت هنا وضغطت على الصفحات وجيت هنا بص على الصفحات وعملت بص هنا الصفحات وجيت هنا انشاء صفحة هيدخلك في نفس المكان تمام تمام نيجي على الصفحة هنبدأ نقول احنا عايزين الاسم اخترنا الاسم ده طول ما هو اخضر انت زال فل لو اكس احمر لازم تغير الاسم ده نيجي على الفئة الفئة هنا منشئ محتوى رقمي ومنشئ منشئ محتوى مثلا العاب فيديو لا مش عايزه منشئ محتوى العاب فيديو عندك هنا ثلاث فئات ممكن تحطوه لو انت صفحة تجارية حط ثلاث فئات فئات تنمو او تتحدث او تتكلم عن محتوك لو انت ملابس يبقى ملابس ملابس رجالي ماشي ونوع الملابس اللي انت بتاخد تستخدمها اي ملابس بص مثلا ملابس اهو ملابس ملابس اهو ملابس عامة تجارية ملابس مطجر مطجر ملابس تجاري اللي هو رجالي يعني حتتكلم عن حاجات اللي انت ايه اللي انت بتعملها طيب لو انت عندك فئة محددة تعليمي مثلا حكتب تعليمه خلاص ماشي السيرة هاخترعها على السيرة هي واجي هنا على السيرة بتاعته ورح حط السيرة بس حاشيل كلمة منصة اليوتيوب ليه حاشيل كلمة منصة اليوتيوب بص يا فن اليوتيوب والفيسبوك بيكرهوا اي منشئ محتوى يطلع الجمهور برا المنصة بتاعته علشان كده انت في البداية لسه صغير مش وصلت لمرحلة الكبيرة واللي مالوش ظهر بيتدرب على بطنه ظهرك هنا جمهورك فخصوصا في البداية ما تعملش اي حاجة غلط امشي صح يحترع عدوك فيك ما تجيبش سيرة المنصة اي منصة تانية وخصوصا في البداية علشان يعلي رتش وصولك لان في حاجة اسمها التوصية بالصفحة التوصية بالصفحة تعتبر من اهم العوامل اللي انت هتهتم بيها بصورة يومية والتابعها علشان الموضوع ده مهم جدا 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 علشان تنمية وصولك للجمهور نيجي مع بعض ونعمل انشاء الصفحة بص لو جالك اي اكس هنا بتعدل لو ما جاش اي اكس بتتخطى عادي هتتخطى الموضوعه بص هنا بقى انت مطالب من حضرتك تضيف الموقع بتاعك لو عندك ويب سايت تجالي لو عندك قناة يوتيوب بس انا مش هحط ليه مش هحط لان السؤال مش عايز احط حاج عن اليوتيوب لكن لو انت صفحة تجارية حط الويب بصايت بتاعك لانك ممكن تعمل اعلان من عليه اعلان الويب بصايت بتاعك الموضوع ده مهم جدا رقم تليفونك لازم تحطه لازم تحطه لازم تحطه واجبار تحطه ماشي نيجي مع بعض البيانات الالكتروني برضو لازم تحطه يبقى البيانات دي لازم نحطها ايوة لازم نحطها طب انت ما حضطهاش لها متواحد يا فكرة لان دي بيانات شخصية للشخص هحطها بعد لما خلص الصفحة بينه وبينه خصوصا ان الكلام ده ما ينفعش يظهر قدامك نيجي مع بعض على الموقع مكانك فيه لو انت تجاري لازم تكتب مكانك صح علشان جوجل مابس علشان حاجات دي علشان الجمهور يعرف يوصل لك لكن لو انت صفحة عامة ممكن تتخطى الكلام ده عادي ما فيش اي مشكلة الرمز البريدي لو كتبت الرمز البريدي لجنوب افريقيا حيجيب لك الرمز البريدي معنى كده ان احنا بنجيب الرمز البريدي من جوجل عادي بنكتب الرمز البريدي ونكتب جنبها المنطقة المنطقة انت في خرطوم حت من خرطوم حت الرمز البريدي لأي دولة حيجيبها لك عادي خالص فاهم فما فيش اي مشكلة عند حضرتك هنا نيجي بقى لساعات العمل عايز تعملها متوفرة دائما مفتوح دائما اوكي غير متوفرة اوكي تحدد وقت محدد في الايام برضو براحتك اللي انت عايزه وبتحدده ودي حاجات شخصية انت اللي بتعملها بنفسك لان البيانات دي انت بتضبطها بعد كده بتعمل التالي خد بالك ان انا لو حطيت رقم تليفون هنا حيطلب مني حاجة حمرة هيقول لي اوحمر كده ارجع اعمله لكن لو مش حطيت حتقدر تخطع هذه لو كنت اخترت بس اي دولة كان هقول لا من اول وجديد نيجي بقى اضافة الصورة هنختار كده ونيجي على الصورة هنكلنا من اضافة الصورة هي زي الفل ماشي ونيجي على غلاف ونبدأ نختاره غلاف زي الفل ماشي كده احنا عندنا الغلاف والصورة الصورة هي والغلاف هيظهر وراء بص الشكل بالاخر بعد لما يتم رفعه الهيديو حيبقى شكلها احترافية بص بقى ابعد على ان حضرتك تصور كيلو ستفندي كده هو خلاص وتروح من هذه ده غلط لازم تصور شكل احترافي عن طريق كنفا كنفا ده موقع ماشي او ويبسايت او تطبيق وعندك كاب كات من خلاله هتقدر تعمل غلاف هتقدر تعمل صورة ولوجو وكل حاجة ماشي نعمل التالي وكنا عملنا شرح قبل كده تابع في قاتل متبقى حتى فكرة اكتب كنفا هتلاقي شروحات كتير جدا اعمل التالي بعد لما بنعمل التالي بيقول لحضرتك هنا رقم تليفون الواتساب هل حضرتك عايز تعمل ربط بين صفحتك والواتساب بتاعك لو انت صفحة تجارية اه طب لو انت مؤثر وعايد الناس ستواصل معك برضو اه ليه علشان انا لو جيت بصيت هنا بص انا ايه انا هنا اه في الفيسبوك قلت لك ايه للاعلانات وضيف لك ايه الواتساب بتاعي للقصص والاعلانات فدي الطريقة اللي ممكن يوصل لك بها الناس فتعملها ايوة تعملها طب انت مش هتعملها هنا ليه علشان حيعوز رمز والرمز ده حييجي عن طريق الشخص وحيستنى فانا مش عايز استنى وعايز تقول لحاجة قدامك اعمل التالي بقول لك دعوة للاصدقاء ممكن تعوى للاصدقاء تحددت كلها وتدعو الاصدقاء اوكي تم ارسال الدعاوي خلاص اهو ودنا زي الفل وما فيش ايه حاجة اعمل التالي اهو البقاء على الطلاب اخ ايوة تم بص بقا كده بص بقا هو بعد لما بتخلص بيجي لك بعض الاشعارات هنا مرحبا عليك قيام مش عايز جولات بعض الحاجات عشان يديك مدى جودة الصفحة بقول لك ادي واحد اتنين تلاتة انا هعمل اضافة زر جرب الان وحاجة هنا واعمل مشاهدة الان واعمل التالي هجيب لي الويب سايد هروح رايح كده ماشي وجايب عند انا كده داخل على اي فيديو لي ماشي وااخد نسخ وروح رايح الناحية التانية على الفيديو وحط الفيديو ايه ده متوحد يا فكرة انت مش لسه اي دلوقتي ما تربطش بيه اللي اتنين قال لك اه بس ده اضافة اجراء على فكرة انا شايفه مهم خصوصا لو انت عندك صفحة كبيرة على اليوتيوب لانك هتقدر تبنيها بسرعة لكن لو انت مش عندك صفحة كبيرة ما تحطهش حط الاجراء ده اي حاجة تاني ماشي اينا نحط ربط الواتساب في اي حاجة عرض المزيد بس بس عرض المزيد ربط الواتساب لأ مش هنعمل دلوقتي ربط استجرام عرضش هنعمل دلوقتي اضافة موقع مش هنعمل دلوقتي معلومات الموقع مش هنعمل دلوقتي اضافة رقم مش هنعمل دلوقتي كده كل حاجة انا مزبطها صح 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 خلاص فضل حاجة بقى صغيرة ايه حاجة الصغيرة دي انا بحب دايما حاجة كده اختار ايه اه الراوي اهو انا بحب دايما ان انا اول معمل صفحة اعمل رسالة ترحبية ايه ده بقى ايه رسالة ترحبية ده متواحدة فكرة بص 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 اهلا بك اتكلمت عن نفسي وقلت حتلاقي ايه في صفحتي وتكلمت عن كل حاجة وديتك هاشتاجات واتكلمت عن مزايا صفحتي وروحت جاي هنا كده وايه وحطت صورة بص بقى الفيسبوك اهو سويني ديسكتوب هي كنت احطاها ديسكتوب تقريبا صورة بتاعته اهي مناشي اه الفيسبوك بشكل مستمر بيدعم المنشورات ذاتة الصور اللي معها الصورة بيدعمها في الوصول والانتشار بشكل اسرع طب معلش يا متوحدة فكرة هو انا اللي مطالب مني اعمله لو عندي صفحة جديدة بص يا فنم انت مطالب انك تعمل خطة والخطة دي بيدهالك الفيسبوك بشكل مستمر عن طريق الميتا بيزنس الميتا بيزنس ده هجيب لك هنا الخطة الاسبوعية هي عرض كل الخطوات اللي مفروط تعملها وكمان الخطة الاسبوعية وابدأ انشاء جمهور واعمل كل حاجة بص بق هجيب لك هنا خطة الاسبوعية انت محتاج تنشر منشور وتنشئ ريلز وتنشئ قصة وتعمل بس مباشر بشكل مستمر ولو عايز تعمل اعلان بتعمل اعلان وتنشر فيديوهاتك الطويلة وتنشر ريلزاتك بالشكل دايم وهنا احنا حنعمل خطة للصفحة دي وحشرح لك ليه انا عملت الخطة بالشكل ده الخطة حاملها كل اتي حنشر فيديوهين كبار علشان اجيب الدقائق وحنشر اربعة ريلز علشان اجيب المتابعين وحنشر خمسة او ستة منشورات علشان احقق المكافئات لما نيجي على خالة تحيير ربح كده ونيجي على اليمين ونبص هنلاقي ان فيه هنا حاجة اسمها نظرة عامة وفيه هنا محتوى مرتبط بعلمة تجارية وفيه هنا مشاكل متعلقة بالسياسات خد بالك ان اول ما حضرتك تعمل صفحة هتلاقي عندك العلامة دي ان فيه مشكلات فيه تحيير ربح طب المشكلة دي ليه حل ايوه ليه حل ايه الحل الوقت يعني ايه يعني حضرتك لازم يكون عندك وقت بتنشر فيديوهات علشان يتم حل المشكلة دي ما فيش اي مشاكل عندك بس اهم خطوة تعملها بعد لما تنشئ الصفحة انك تدخل على محتوى مرتبط بعلامة تجارية وتيجي هنا وتعمل تقديم طلب لا لاستم مؤهل لاستخدام اشارة هنا مع الوقت هنعمل الهي دي وحعملها في فيديو راخل الهي لاستم مؤهل دي هنعمل اشارة اننا منشئين محتوى مرتبطين بعلامة تجارية وحنعملها في فيديو خاص هو بس ممكن يحتاج وقت علشان يفتح مع حضرتك ان شاء الله ماشي علشان ما تقابلش مشكلة في السياسات ده كل لسه ما تعملش هتعمل ان شاء الله لما يظهر مع حضرتك خانة ايه الشروط والحاجات دي هتظهر ايه وحتظهر مع الوقت بس بقولك ايه مشكلات في تحقيق الربح مفيش مشكلة مفيش عندك مشكلة مفيش عندك مشكلة عرض الاهلية جاب لك الشروط اهي مفيش برضو عندك مشكلة خالص اصبر مع الوقت كل حاجة هتحال يبقى احنا هنا مطالب من نعمل ايه نبدأ شغلي واول بداية في الشغل هنبدأها ان شاء الله النهاردة على الصفحة دي وحنوضح كل حاجة بالتفصيل واحنا شغلين يبقى احنا عملنا هنا على الصفحة ايه نشرنا ايه نشرنا فيديو ترحيبي الفيديو ترحيبي ده ممكن نعمله ايه تثبيت بقى المنشور اهو ثبتنا المنشور كده المنشور ده متثبت بشكل مستمر اي حد يدخل على صفحة حيلاق ايه منشور هل هنثبت المنشور ده بس لا هنشبت جنبه كمان منشور واثنين وثلاثة انت الفيسبوك بيديك ميزة تثبيت المنشور ده واتمنى اليوتيوب يعملها في المنتدى ان انا سبت منشور دايم الناس تتعرف علي تعرف انا مين تدخل تعرف انا مين لان ده بيخلي فيه تواصل اكتر بيني وبين جمهوره الجمهور بتاعي لحد هنا انا خلصت قلاز انشاء صفحة هل كده خلصتها كاملة لا ما خلصتش كاملة لا ما توحد يا فكرة لان لسه لا ربطت حساب على واتساب ولا ربطت ملف الشخصي ولا ادركت ربط الموقع انت ده لازم تعمل حاجات الشخصية دي ماشي شكرا للجميع كان معاكم المرجع الاول اللي منشل المحتوى واتفي وبالحب يوضح لك ادق التفاصيل لو عندك اي مشكلة في انك تجيب وصف او تجيب اصلا لحضرتك كده الكلام الترحيبي ده انت بتدخل كده على شات جي بي تي اهو وتروح كاتب كده في شات جي بي تي اللي مش عاد بيطلب من حضرتك تسجيل دخول لا ده انت بتدخل ده اتكلم على طول وتقول له ايه اعمل لي وصف لصفحتي او منشور منشور ترحيبي لصفحتي المتوحد فكرة على الفيسبوك للترحيب بالمتابعي وروح بالبحث هيبدأ يجيب لي الكلام الكلام ده لايك المشور مرحبا بكم في صفحة المتوحدة مش عارف انا كاتب المتوحدة ليه المتوحدة نروح عادلنا متوحد فيك نورتونه وشرفتوني وروح كاتب الكلام ده كله وروح تيك حطه هناك اشتاجات حطها تاني لعجابكم حط كل الكلام ده انا حطيته خلاص شكرا سخد بقى لك وانت بتكلم شنجي بتي كلموا على انه طفل صغير محتاج ان انت توضح له كل التفاصيل علشان يديك افضل اداء يبقى احنا الفترة اللي جاية حنهتم بانشاء قصة حنهتم بانشاء ريلز حنهتم خد بقى لك ريلز جاهز يعني انا اول ريلز عندي على القناة جاء على صفحة جاهزة بس بس هوا هعملوا معاك دي الوقت دي هوا هنيجي بس على الفيديو بسم الله الرحمن الرحيم فيديو اول فيديو ريلز جاهز اهو ماشي يعلم ان اخر اهو هاختار بس هاشتاجات اهو ماشي هبدأ اشوف هل في هنا هاشتاجات مرتبطة الاحداث دي مش جعيبها حسن الرائجة مش الرائجة فيه في الرائج حاجة ما فيش في الرائج حاجة عملت القصص بس كتبت اختيار اختار بقى اطار من الموجودين الاطار من الموجودين ده ممكن اختار اطار جامد علشان الناس تشوفوا اللي هو فيه القطة بس 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 ليه في القطة ده اهو اهو القطة ماشي دع بس عاديني وحنا بقوا انت بوص لينا ما فيش وانت بوص لينا خلاص حفظ اهو حفظ وبين كده نعمل ايه التالي خد بالك هنا انا مش هعمل اي حاجة خالص خالص لاختار موسيقى من عندهم ولا حاجة من حاجات دي قصصي انا بس ماشي واخد بال حضرتك لحشاركها في مجموعة ممكن اشاركها في قصتي اوكي ماشي ده اختياري حاجة جديدة اشاركها في قصتي اوكي اعمل ريميكس ماشي اضيفها في قايمة تشغيل ماشي لو انا عايز اضيفها مش هضيفها في قايمة تشغيل هروح اعمل مشاركة في قصتي دي حلوة جدا بيديك انك انت وانت بترفع الريلز بتاعك تشاركب في القصة وبكده احنا بدأنا اول ريلز الخطوة التانية بقى دي انا شايفها اختيارية ولكن لازم تعملها علشان خطر جمهورك ايه هو بص بقى اعمل حاجة ماشي انت لما بتعمل صفحة ما بيكونش الناس لسا عارفة ان عندك صفحة وانا عندي هنا صفحة على اليوتيوب هروح اعمل كده وعلمت ازاي واروح داخل وحط الصورة بتاعتي لانا لسا حاملها دوقتي اهو عالدس كتب ماشي بنروح اهو عالدس كتب وحط الصورة بتاعتي هي جايبها واروح اقال السلام عليكم فيسبوك اتمنى المتابعة اوكي واروح اعملها كده ماشي بالاضافة الى ان انا ممكن اعمل حركة حلوة برضو ايه الحركة الحلوة اروح داخل كده على ستوديو اليوتيوب بتاعي واروح داخل على التخصص التخصص التخصيص واروح جاي هنا على المعلومات الاساسية واروح نازل تحت كده واروح اضيف رابط واروح كده به الفيسبوك واروح جاي هنا وحطوا ايه الصفحة بتاعتي يبقى انا هنا عملت ربط بين اليوتيوب وبين صفحتي على الفيسبوك لان انا عندي هنا جمهور بيحمين بص عندي جمهور بيحميني عندي كام سبعة وتسعين الف وتلتمية دول ضهري مش هعملوا اي مشاكل معايا طب الموضوع ده انت عاملوا في قائلات المتواحد فكرة لو جينا بصينا على قائلات المتواحد فكرة واطلعنا عليه انا عامل رابط كامل الرابط ده بيوجهك لكل صفحاتي واتساب فيسبوك انستجرام يوتيوب كل حاجة يعني معنى كده ان انا برضو بعمل روابط خارجية اهو في الروابط بتاعتي ما فيش اي مشاكل نتقابل في فيديو جديد انا بحبك على فكرة لسه هنشرح لك ازاي تهتم بصفحتك وتطور منها علشان توصل لبر الامان وكمان تزبط اعدادتها وتزبط كل حاجة بالتفصيل شكرا الى اللقاء نتقابل في فيديو جديد معاكم اخوكم وصاحبكم وحبيبكم انا عارف متوقف الفكرة بحبك على فكرة شكرا